أهلا بحضرتك تطورات متواصلة خلال الفترة الماضية طبعا في قطاع غزة ودور مصري لا يتوقف لحق ندماء الفلسطينيين وإنهاء الأوضاع المأساوية اللي بيوجهها الشعب الفلسطيني على مدار الشهور الماضية مع استمرار نفاذ المساعدات الإنسانية للتخفيف عن أهلينا في قطاع غزة خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية وإنهاء معاناة الفلسطينيين نحن نرحب في فقرتنا النهاردة بالأستاذ صلاح مغوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط صباح الخير على خلال الفلسطيني صلاح أهلا وسلم صباح الخير فهمت بداية لو نتكلم عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة ماذا يحدث؟ وطبعا التطورات ما زالت مؤسفة للغاية على الرغم من موافقة حركة حماس بالأمس على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بمساعي مصرية حسيسة إلى جانب التعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية طبعا موافقة حماس جاءت بعد مشاورات عديدة وبعد جهود مصرية مضنية خلال الفترة الماضية من أجل حقن الدم الفلسطيني في المقام الأول مصر هدفت في هذه الجولة من المفاوضات أن توقف نزيف الدم وأن يتعرض سكان غزة في منطقة رفح الفلسطينية تحديدا لعدوان إسرائيلي جديد كان من الممكن أن يحدث كارثة إنسانية إذا ما استمر وعلى الرغم من ذلك بالأمس شهادنا أنه على الرغم من موافقة حركة حماس إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ما زالت مستمرة في عدوانها على منطقة رفح ولم تلتزم بما كانت الولايات المتحدة تطالب به بضرورة إزعان حركة حماس للمفاوضات والموافقة على هذا الاتفاق الذي بوزل فيه جهة كبيرة فطبعا ما زالت المعاناة مستمرة ولم يتوقف نزيف الدم الفلسطيني حتى الآن على الرغم من أن هناك جولة أخرى واستمرار المحادثات ستجرى اليوم مع وصول المفاوضين إلى القاهرة وإرسال إسرائيل وفدا سيفاوض بنفسه خلال هذه المرحلة طبعا هذه المفاوضات من الممكن أن توقف نزيف الدم وهي على ثلاث مراحل المرحلة الأولى حوالي 42 يوم وفقا لما تصرب من وسائل الإعلام المرحلة الثانية ستكون مرحلة شبه توقف دائم لإطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المرحلة الثالثة سيكون فيها انتهاء لهذه الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة طبعا هذه الاعتداءات حتى الآن أصفرت عن حوالي 35 ألف شهيد فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال 78 ألف جريح إلى جانب ما بين 7 إلى 8 تلاف مازالوا مفقودين أو تحت الأنقاض لم يتم استخراجهم إلى الآن على الرغم من المحاولات الحسيسة فضلا عما كشف مؤخرا من وجود مقابر جماعية وبعض الفلسطينيين تم دفنهم أحياء وفقا لمصادر في الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تعمل الآن على استكشاف هذه الحقاق وبعد انتهاء الحرب ستتكشف المزيد من المقاسي التي مورست على قطاع غزة والتي بالفعل يندى لها جبين العالم وأصبحت الآن محل استهجان من كاف الدول العالم طيب ستصلاح حديثي نتكلم مع حضرتك عن دوافع التحركات المصرية في لغة العلاقات الدولية دائما تحكم المصالح ما بين الدول العلاقات بشكل عام سواء تحقيق مصلحة أو يكون فيه توازن القوة أو له نظرية الواقعية لكن أعتقد أن مصر لها دوافع مختلفة شوية في التعامل مع القضية الفلسطينية طبعا مصر دوافعها وطنية وقومية في المقام الأول مصر طوال تاريخ القضية الفلسطينية هي داعم رئيسي لهذه القضية مصر قدمت الكثير من أجل القضية الفلسطينية بدءا بحرب 48 وانتهاءا بما يحدث الآن مرورا بالحروب التي خضتها مصر كانت في القلب منها القضية الفلسطينية بطبيعة الحال الحروب التي خضتها مصر قدمت في سبيل هذه الحروب حوالي 120 ألف شهيد معظمها لم تكن مصر طرفا رئيسيا لكن أجبرت على دخول هذه المعارك لأنه بالفعل كانت الظروف التاريخية في ذلك الوقت ظروف حاكمة أعتقد أنه الآن ظهر للعالم وظهر لجميع دول المنطقة بأن مصر أجنداتها وطنية وأجنداتها قومية في المقام الأول وأن أمن المنطقة جزء من الأمن القوم المصري بما فيها القضية الفلسطينية مصر عندما تحركت وعندما تتحرك لا تتحرك أبدا من منطلق مصلحة ذاتية أو مصلحة تهمها في المقام الأول هي الآن تتحرك من أجل صالح الشعب الفلسطيني حتى عندما خاض الرئيس الراحل آنور السادات مباحثات كام ديفيد كانت مباحثات مينهاوس لو حضرتك تذكر كان جزءا منها القضية الفلسطينية ووضع عالم فلسطين في مينهاوس لكن الوفد الفلسطيني في ذلك الوقت لم يأتي ولم يحضر هذه المفاوضات فالقضية الفلسطينية في القلب يعني الإدارات المصرية كانت تنظر إلى القضية الفلسطينية باعتبارها قضية وطنية وقضية قومية في المقام الأول إلى جانب أن رئيس عبد الفتاح السيسي لو حضرتك رجعنا بداية هذه الأزمة تحديدا بعد عملية 7 أكتوبر كانت الرؤية المصرية واضحة يعني مجلس الأمن القومي عقد اجتماعا خرج بمجموعة من التوصيات لعل أهمها أن القضية الفلسطينية لا يمكن تصفيتها ومصر لن تقبل أبدا بتجاوز حدود حدودها وأن الحدود المصرية خط أحمر وأن مصر ضد تصفيت القضية الفلسطينية وضد تهجير الفلسطينيين الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عن ذلك عدة مرات في عدة مناسبات عندما كان يلتقي أحد من الزعماء والرؤساء كان يوضح له هذه الرؤية بشكل واضح وأن مصر مع حل الدولتين باعتبار أن حل الدولتين هو الحل الأمثل لهذا الصراع مصر هي التي أقنعت العالم بتغيير وجهة النظر لو حضرتك تذكر في بداية الأحداث كان الحديث عن ممرات آمنة لخروج الفلسطينيين من قطاع غزة مصر تصدت لهذا المخطط لأنه كان بالفعل مخطط خبيث يستهدف تصفيت القضية الفلسطينية ويستهدف تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة على حساب مصر وعلى حساب الأردن فمصر تصدت لهذا المخطط ورفضته تماما وبالفعل تغيرت نظرة العالم ورؤية العالمية أصبحت الآن تتحدث عن حل الدولتين وتتحدث عن ضرورة إيجاد حل القضية الفلسطينية المصرية انطلقت من قناعة مصر وضرورة أن يتم حل هذا الصراع على أسس سليمة على أسس يعني يتم من خلالها تفعيل مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي فرؤية مصر كانت واضحة منذ البداية وحتى الآن ولم تتغير على فكرة رؤية العالم تغيرت لكن الرؤية المصرية سابتة الموقف المصري سابت وأصيل حتى أنه الآن عندما يتم الحديث عن حل ومصر بزلت جهدا في سبيل عدم تعريض سكان رفح الفلسطينية تحديدا لهجمات جديدة لأنه مليون واربعة من عشر من المواطنين العزة المدنيين لا يمتلكون أي نوع من أنواع السلاح كانوا معرضين بالفعل أن يتم إزهاق الكثير من أرواحهم نتيجة الصلف الإسرائيلي وصلف حكومة بن يمين نتنياهو أعتقد أن القاهرة تصدت لهذه المخططات والجهد الذي بزل من جانب مصر من أجل تفعيل عملية الهدنة بين الجانبين هو الهدف الرئيسي منها حماية أرواح الفلسطينيين حتى لا يتم إزهاق المزيد يعني مزيد من الدماء الفلسطيني طيب وعشان كده فيه تدرج ومرحلية في الرؤية المصرية إلى أي مدى حالك شايف أنه الرؤية المصرية هي بتصب في النهاية في صالح الفلسطينيين أو صالح الفلسطينيين هو طبعا تحية للمفاوض المصري الذي أثبت على طوال التاريخ منذ مفاوضات كان بديفيد وحتى الآن أنه قادر ولديه يعني قدرة على التفاوض وقدرة على الوصول للحلول يعني المفاوض المصري لم يتراجع يتراجع حتى في أصعب الأزمات التي يعني تعرضنا لها كانت لو حضرتك تذكر المفاوضات التي جرت في شهر نوفمبر الماضي وتم على أساس إطلاق وتبادل الأسرة من الجانبين بزلت مصر جهدا كبيرا إلى جانب أنه في هذه المرحلة تحديدا كانت في مراحل سابقة من حوالي شهرين كان هناك بالفعل مفاوضات في شهر فبراير الماضي كان من الممكن أن تحتس اختراقا في هذه الأزمة لكن تعرضت لعدم التوافق بين الطرفين الطرف الإسرائيلي من جهة وحركة حماس من جهة أخرى وعلى الرغم من ذلك يعني لم يحبط المفاوض المصري واستمر في بزل الكثير من الجهود واستمر في مفاوضاته وأصفر هذا الجهد عن ما نشاهده الآن أن هناك اختراقا فعليا وهناك بالفعل موافقة على المقترحات التي هي في الأساس مقترحات مصرية من أجل رأب الصدع ومن أجل إيجاد حلول فعلية لهذه الأزمة والوقوف على ضرورة حل هذه الأزمة فالمفاوض المصري بزل في هذه المرحلة تحديدا جهدا كبيرة قدم الكثير من الحلول يعني حاول أن يقرب وجهات النظر حاول أن يوائم بين رؤية النظر بالنسبة لحركة حماس ورؤية النظر الإسرائيلية وصل إلى منطقة وسط بين الاثنين لأنه لا يمكن في مثل هذا الصراع أن تلبي مطالب جهة على حساب جهة أخرى كل طرف لديه رأي عام يخاطبه كل طرف هناك خسائر كبيرة منية بها سواء الجانب الإسرائيلي ولكن استخدام الرأي العام العالمي وهو ما أجدته مصر في الفترة السابقة وخلق رأي عام لصالح القضية الفلسطينية قد يساعد وبشدة في الضغط على الجانب الإسرائيلي في تحسين المفاوضات والتعامل أعتقد أن ما قمت به مصر بداية من المؤتمر في شهر أكتوبر اللي فات مرورا بكل المفاوضات اللي تمت بجانب الوساطة أو من خلال الوساطة المصرية أعتقد ده يساهم في خلق رأي عام يضغط الجانب الإسرائيلي هو ساهب بالفعل لأن نظرة العالم كما أشرت تغيرت تماما بالنسبة للقضية الفلسطينية في البداية كان الرأي العام العالمي يرى أن حركة حماس تجاوزت الخطوط الحمراء عندما قامت بعملية 7 أكتوبر لكن بعد ذلك وكانت المطالبات بمعاقبة حركة حماس وغيرها وكان الاتجاه ضد حركة حماس بالنسبة لرأي العام العالمي لكن المتغير الحقيقي جاء بعد إصرار مصر على أن هناك قضية تفاعلت وتفاقمت إلى أن وصلت إليه الأمور إلى ما وصلت إليه فوجهة النظر المصرية كانت أساسية في تغيير وجهة نظر معظم دول العالم خاصة الدول الغربية فمعظم الدول الغربية زي ما حضرتكم عارفين أنه هي داعم أساسي ودعم رئيس الإسرائيل وعلى رأسها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية التي يعني كلما عرض الأمر على مجلس الأمن الدولي تستخدم حق الفيتو وآخرها طبعا الفيتو اللي استخدم ضد قيام الدولة الفلسطينية أمام مجلس الأمن يعني صوتت 12 دولة واعترضت دولتين والوحيدة اللي استخدمت حق النقد هي الولايات المتحدة وتم إجهاض مشروع القرار الأجانب أنه أربع مشاريع قرارات أمام مجلس الأمن أجهضت بفعل الفيتو الأمريكي تاني حاجة أنه النهاردة هناك الجنائية الدولية تحاول أن تفرض قواعدها على معظم أطراف الحكومة الإسرائيلية وعلى رئيسهم رئيس الحكومة بن يمين نتنياو بتوجيه اتهمات إبادة جماعية ومطالبة بمحاكمته أمام الجنائية الدولية محكمة العدل الدولية أيضا مارست يعني ما تستطيع أن تمارسه بإصدار العديد من التوصيات التي ألزمت بها الحكومة الإسرائيلية التي لم تلتزم كما لم تلتزم بمقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي طوال تاريخ فده كله اللي أسهم في تغيير هذه الصورة بشكل أو بآخر الموقف المصري السابت لأن مصر بتعتبر القضية الفلسطينية هي جوهر القضايا في المنطقة وعلى رأس القضايا التي يجب أن تحل فوجهة النظر المصرية تتلخص في ضرورة أن يتم حل هذه القضية التي استعصت على حل على مدى 75 عام هي عمر الصراع العرب الإسرائيلي أصبحت الآن بالفعل أمام مفترق طرق يجب أن ينظر العالم لها نظرة فعلية لأن الدولة الفلسطينية هي الوحيدة التي ما زالت ترزح تحت الاحتلال كل مظهر الاحتلال انتهت من العالم سواء في أمريكا اللتنية أو في آسيا أو في أفريقيا وما زالت القضية الفلسطينية التي ظلت دون حل على مدى تاريخها المعاصر فطبعا وجهة نظر مصر والقيادة المصرية رأت أنه يجب أن ينظر العالم بجدية لهذه القضية ويتم حلها حلا عادلا حتى يتعايش المجتمعان فيما بينهما في سلام حتى يعم سلام هذه المنطقة يجب أن تحل هذه القضية حلا يرضي الأطراف يعني أنه النهاردة الشعب تحت الاحتلال ما ينشاهده الآن استخدام مفرط للقوة من جانب دولة لديها كل ما تمتلكه من أدوات ضمار وأدوات حديثة أو تكنولوجيا متطورة في الحروب تستخدمها ضد شعب أعزل معظم الشهداء من النساء والأطفال 80% من حجم الذين سقطوا هم من النساء والأطفال إلى جانب طبعا المستشفيات ودور العبادة والمدارس وحتى منظمة الأنر وكلها تعرضت للضمار في هذه الحرب فطبعا يجب أن ينظر العالم بمصدقية لهذا الصراع وأن يتم حله على أسس تحقق مطالب الشعب الفلسطيني مبارح اتحاد القبائل العربية أصدر بيان رحب فيه بموافقة حماسة على المبادرة المصرية ووقف إطلاق النار حضرتك قراءتك إيه لهذا البيان؟ الدور الوطني اللي بيقوم باتحاد القبائل العربية وطبعا الدور اللي بتقوم بيه القبائل في سيناء تحديدا ليس وليد اليوم يعني هو بعد ناكس السبعة وستين كان هناك تنظيم سيناء العربية وده لعب دور في حرب للسنزاف كان له دور كبير جدا في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلية عن طريق أنه معظم قيادات أو القوات الكوماندوز المصرية اللي كان بيتم إسقاطها أو عبر القناة لتنفيذ عمليات خلف خطوط العدو في ذلك الوقت كان بمساعدة مباشرة من تنظيم سيناء اللي تم تأسيسه برعاية قوات الصعقة المصرية في ذلك الوقت ولعب دور أساسي وكان دور وطني للغاية ومعظم القبائل اللي كانت موجودة في سيناء في ذلك الوقت كانت لها دور وطني ودور فاعل في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلية ورفضت أن هي تندمج في المجتمع الإسرائيلي كانت طبعا سيناء كلها كانت محتلة في ذلك الوقت لكن على الرغم من ذلك احتفظت القبائل المصرية الموجودة في سيناء بهوياتها الوطنية وكان لها أجندة وطنية وأجندة لم تخفيها ولم تحاول استقطابهم وإدماجهم في المجتمع الإسرائيلي لكن كان لهم خط وطني واضح فده تاريخ طويل إلى جانب أنه بعد ثور 30 يونيو كان للقبائل العربية في سيناء دور مهم جدا في تأييد ودعم الدولة المصرية لأنه معظم الجماعات الإرهابية التي كانت تستهدف الهوية المصرية وتستهدف الدولة المصرية توجهت إلى سيناء لأنه كان هناك لو تذكروا أنه كان فيه هناك مخطط لعزل سيناء وسلخها عن الوطن الأم بما سمي وقتها ولاية سيناء وكلام الفارغ اللي كان بيتردد من جماعة الإخوان وغيرها تم جلب الكثير من العناصر الإرهابية من معظم دول المنطقة وتم تسكنهم وتوطنهم في بعض الأماكن في سيناء ليكونوا منطلقا لاستهداف الدولة المصرية من هذه البقعة تحديدا باعتبار أن سيناء معظمها خالية من السكان معظمها كانت تفتقر إلى وجود الكينات المسلحة فدول كانوا مسلحين تسليح على مستوى عالي تم تسليحهم استعدادا لمعركة مع الدولة المصرية من هذا المكان لكن القبائل العربية الموجودة في سيناء دعمت وجود الجيش المصري وكان الجيش والشرطة المصرية على رأس الذين تصدوا لهذه المخططات كما نذكر جميعا يعني التاريخ لسه قريبا كلنا فاكرينه أنه يعني الدولة المصرية كانت وجهت قواتها المسلحة والشرطة المصرية بالتعاون مع الأهالي الموجودين في المنطقة وكلهم تصدوا لهذه المخططات تنظيم داعش الإرهابي كان يستهدف استخدام سيناء منطلقا لأعماله الإرهابية ضد الدولة المصرية زي ما حصل في سوريا والعراق وليبيا بعد كده لكن طبعا بسالة الجيش المصري وبسالة الشرطة المصرية تصدوا لتلك المخططات وكانت داعم الرئيسي لهم في هذه المواجهات هي القبائل العربية الموجودة في سيناء فلهم دور وطني لا يمكن إنكاره دور تاريخي موجود فطبعا ده بيعود بنا زي ما أنا قلت أنه بعد حرب 67 وحرب للسنزاف كانت القبائل داعم للدولة المصرية زي ما دعمت الدولة المصرية بعد 30 يونيو النهاردة القبائل العربية برضو بتقوم بنفس الدور هي لها تاريخ وطني مشرف النهاردة لما بتستنكر في البيان اللي طلع محاولة إسرائيل لاقتحام رفح الفلسطينية دا دورها إلى جانب أنه طبعا هي رحبت بموافق حماس لأنه الحديث عن حل القضية الفلسطينية وتجنيب الشعب الفلسطيني مزيد من إراقة الدماء دا هدف كل المصريين وطبعا القبائل مندمجين سواء في العريش أو رفح المصرية طبعا فيه ترابط أسر بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية وفيه أواصر للمصاهرة والزواج وانت عارفين طبعا أنه القبائل فيه لها تقاليد ولها عادات معينة ففيه اندماج في المناطق الحدودية تحديدا زي الاندماج اللي موجود في قبائل أبناء عالي مع مرسا مطروحه وسيوة وليبيا والسلوم والأماكن دي فطبعا فيه اندماج فيه المناطق دي تحديدا طبعا القبائل العربية زي ما أنا قلت أنه لها تاريخ وطني مشارف النهاردة لما بطلع بيان بتعبر فيه عن ترحبها بالاتفاق وموافقة حماس هي طبعا عايزة أنه نزيف الدم الفلسطينية توقف وده هدف كل مواطن مصري هدفنا كلنا وطبعا القبائل جزء من النسيج الوطني المصري فطبعا احنا كلنا داعم للدولة المصرية وكلنا جيشنا الوطني على رأس المؤسسات اللي احنا كلنا بنحتمي به وفي ساعة الأزمات كلنا طبعا بننتمي للجيش المصري وكلنا خدمنا في قواتنا المسلحة وكلنا يعني الجيش بالنسبة لنا دا يعني النموذج والخط اللي كلنا متدسرين تحته يعني فطبعا الجيش المصري والشرطة المصرية الدور الكبير اللي بزلوه في سينة تحديدا لا يمكن أن احنا ننسى أو لا يمكن أبدا أن احنا ننسى شهداءنا اللي ضحوا بأرواحهم في سبيل أن احنا نعيش ونعد زي ما احنا عادين دلوقتي طيب أستاذ صالح خلينا نقول أنه مصر بتمتلك ما يسمى بالصبر الاستراتيجي يعني بتتعثر المفاوضات مرة واثنين وثلاثة لكن مصر مصرة وبتستكمل هذا الدور لأنه يعرف أنه لابد من وجود وإقرار هدنة في هذه القضاية تحديدا لأنه يعوم السلام في المنطقة ككل ودي نقطة غاية في الأهمية وبنتكلم في مبارح في أنه موافقة أحد الأطراف وده بيعتبر برضو نجاح وإنجاز كبير لأنه انت بترمي الكرة في ملعب الطرف الآخر وشفنا نتيجة ده زي ما حضرتك زكارت في بداية الفقرة التطورات اللي حصلت في قطاع غزة خلال مبارح وفي ساعات الصباح الأولى مصر من البداية مواقفها زي ما حضرتك زكارت ثابتة ووضحة الرسائل اللي بترسلها مصر العالم كله من خلال ده من خلال حرص مصر على إنفاذ أكبر قدر من المساعدات من خلال استقبال المصابين وعلاجهم في المستشفيات المصرية ومرورا بآخر حاجة حصلت مبارح قصف ليه أماكن تجمع المشاعدات في قطاع غزة على طول بتتحرك القوات الدفاع المدني المصري هي اللي بتقوم بإطفاء وإخماد هذه الحريقة هو طبعا زي ما قلت لحضرتك دور المفاوض المصري تاريخيا هو صبور يعني زي ما حضرتك وصفته الصبر الاستراتيجي أو إنه المفاوض المصري طبيعة المفاوضات في أي منطقة في العالم كانت بتحتاج إلى صبر طويل إلى دأب إلى إنه الأمور فيه بلان A و بلان B و بلان C يعني عنده خطط بديلة لو ترفض المقترح الأول بيلجأ للمقترح الثاني إذا ترفض المقترح الثاني تعديلات جاهزة فالتعديلات بتكون جاهزة وبيتم الكلام ده على أسس علمية سليمة وبعدين دايما المفاوضات وإحنا لدينا فريق كبير ولدينا تاريخ حتى عريق فيه التفاوض وأسس فيه علم التفاوض طبعا ده مرورا باتفاق طبعا طابة اللي إحنا اكسبناه بعد جهد جهيد وصبر مستميت بعد ما عملنا مفاوضات كان بديفيد وطبعا كانت كل مرة بتوصل لمرحلة لحاقة سد وبتتعرض للإخفاق والفشل كان بيتم الوصول إلى حلول وسط بعد كده حصل اتفاق طابة وتم رجوع منطقة طابة لمصر بعد كده طبعا آخر حاجة المفاوضات المفاوض المصري اللي بزل جهد كبير فيه المفاوضات سواء في المرحلة دي أو المراحل اللي سبقت فطبعا المفاوض المصري معروف عنه أنه عنده جلد وعنده صبر وعنده قدرة على المناورة كمان يعني عنده الحكمة وعنده التفاقد ويعني زي ما بنقول بالبلد روحه طويلة شوي يعني ما بياخدش المسألة آه كل طرف متعنت من ناحية بيحاول أنه هو يوصل لحلول وسط ودي ميزة بتميز المفاوض المصري فالمفاوضات الأخيرة اللي نجحت فيها مصر بأن هي توصل لحلول وسط وتحاول أن هي توائم بين متطلبات الطرف سواء حركة حماس اللي كانت متشبسة فحاولت أن هي تحقق لها أقصى ما يمكن تحقيقه في الظروف دي إلى جانب أنه طبعا مصر يعني قدمت هي كانت حركة حماس عايزة ضمانات معينة فمبارح تم الحديث عن طريق وليام بيرنس اللي هو رئيسة سي آي اي اللي موجود في المفاوضات أنه قال الرئيس بايدن هو الضامن للتنفيذ الاتفاق بعد كده طبعا لما أعلنت حركة حماس موافقتها هي حطت إسرائيل في مأزق حقيقيا لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية وبنيمين نتنياهو تحديدا مستقبله السياسي سينتهي بعد نهاية هذه الحرب والوصول إلى الاتفاق مش مستقبله السياسي بس ده هو معرض للحبس لأنه عليه قضايا إلى جانب أنه هناك إخفاق كبير نتيجة عملية 7 أكتوبر سيحاكم أمام محكمة ستحدد من المسؤول عما حدث من إخفاق إسرائيل في هذه العملية تحديدا فطبيعي أنه هيواجه اتهمات ولن يستطيع الرد عليه إلى جانب طبعا حرب النهاردة نحن دخلين في الشهر الثامن النهاردة بداية الشهر الثامن للحرب على غزة لم تحقق أهدفها المعلنة من جانب إسرائيل الحرب لم تحقق أي من الأهدف سواء بإطلاق صراح المخطوفين لدى حركات المقاومة على رأسها طبعا حركة حماس إلى جانب أنه لم يحقق الهدف الرئيسي والمخطط الرئيسي من أنه يرغم الإسرائيليين الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية إلى جانب أنه طبعا القبض على قهد حماس وإنهاء حركة حماس وهو المطالب الثلاثة التي كانت أعلنتها الحكومة الإسرائيلية مع بداية هذه الموجهات وعلى الرغم من استمرار الحرب لمدة أكتر من النهاردة سبع شهور انتهوا لم يحقق أي من هذه الأهداف وبالتالي هو إخفاق عسكري وإخفاق أمني وإخفاق مخابراتي على أعلى مستوى فالنهاردة هو معرض للمحاكمة ومن هنا يعني الحديث معظم المحللين والمراقبين الدوليين بتكلموا على أنه نتنياهو هو المعارق للوحيد لهذا الاتفاق بالضبط بالضبط لأنه هو عارف يقينا على ما يحدث والمبركة الدولية طبعا والسعي من جانب الدول العالم المختلفة طبعا من خلال المبادرة المصرية بوقف إطلاق النار ودلوقتي نتنياهو أعتقد أنه غير أنه محطوط كمان يعني قدام الإحراج الدولي أو زي مر بلقين كده معرض كمان هو الآن أمام أهالي المحتجزين الإسرائيليين هو دلوقتي ما عندوش منفة تاني كيف تتخيل أنه سيستجيب في الفترة طبعا لأنه نتنياهو زي ما قلت لحضرتك هو كمان معرض للمحاكمة أمام الجنائية الدولية هناك اتهمات بالإبادة الجماعية اتهمات بأنه يعني هناك يعني جرائم حرب سيتهم بها وستتهم بها حكومته بعد ذلك إلى جانب أنه تفعيل هذه القضايا أمام المحاكمة الدولية سيكون أمام نتنياهو خيارات صعبة للغاية إلى جانب طبعا أنه نتنياهو الآن عندما حاول أن يقفز إلى الأمام بافتعال معركة جنوب لبنان ومعركة أخرى مع لبنان أعتقد أنه ده كان مجرد قفز للأمام موضوع رفع تحديدا هو قفزة أخرى للأمام لأنه أخفق في غزة على الرغم من الضمار طبعا أنا لو أنكر حجم الضمار الكبير حوالي 80% من حجم قطاع غزة تم تدميره تماما فكان بيتوجه إلى رفع باعتبار أنه المنفذ الأخير له أنه قيادات حماس موجودين على الأرض داخل رفع وده بيتناقض تماما مع ما نشاهده بأنه معظم الأراضي اللي تم دخول الجيش الإسرائيلي لها بالدخول البري لم تكن نزهة يعني فبالتالي هو كان بيحاول القفز عن طريق رفع القفز عن طريق افتعال مشكلة في شمال إسرائيل مع جنوب لبنان أو مع لبنان تحديدا فده محاولة لأنه يخفي عجزه ويخفي عجز الحكومة الإسرائيلية الذي منيت به في قطاع غز فاعتقد أنه نتنياهو بعد إذا تم التوصل ونأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف هذه الحرب العباسية والحرب يعني غير الأخلاقية بالمرة سيكون أمام نتنياهو خيار وحيد وهو المسؤول أمام المحاكمة والضغط الإسرائيلي عليه بعد اكتشاف أنه معظم الأسرة لدى حركات المقاومة تم اغتيالهم أو تم قتلهم بفعل آلة الحرب الإسرائيلية يعني كان الحديث عن حوالي 167 تم أسرهم النهاردة بيتقال أنه حوالي 67 منهم ماتوا ماتوا من القصف الإسرائيلي يعني طبعا مع الأشياء التي تم اكتشافها والثلاثة التي تم قتلهم من جانب الكوات الإسرائيلية وغيرها وغيرها فطبعا لما تتكشف كل هذه الأمور عندما تدخل المفاوضات إلى حيز التنفيذ وإطلاق صراح الأسرة من الجانبين أعتقد أنه لن يكون أمام نتنياهو إلا المسؤول أمام المحاكمة طيب من يمتلك ورقة الضغط حتى الآن في هذه المعركة؟ الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تمتلك الضغط على إسرائيل وقيادة إسرائيل لأنه هي بما تمتلكه وبعدين مبارح بالأمس لما أوقفت شحنة الزخيرة والسلاح لإسرائيل كانت بالفعل الشحنة الدقيقة التي كانت موجهة إلى إسرائيل تم إيقافها أعتقد أنه ندير رسالة بأنه لن يستمر الدعم الأمريكي إلى إسرائيل ما دامت مصممة ومصرة على هذا السلوك فأعتقد أنه اللي يمتلك أدوات الضغط في هذه المرحلة تحديدا هي الولايات المتحدة الأمريكية أكيد إن شاء الله ربنا يسلم ونشوف مزيد من الاتجاه نحو السلام ووقف عملية رفح كلها إن شاء الله كل الشكر للأستاذ صلاح مغوري نائب رئيس تحرير وكادة أمباء الشرق الأوسط شكرا للمتحركنا وقتين شكرا لحضرتك